طوبى المحروسة التي أسسها مولانا الشيخ الخديم مدينة للعبادة وذلك عام 1888 تقع طوبى في منطقة النم التابعة لمحافظة بك في إقليم جربل وتبعد عن العاصمة دكار حوالي 200 كم إن أكثر شيء يزيب انتباه الزائر للمدينة المحروسة هو ذاك المعلم الديني الجامع الكبير والذي أنشئ بأمر من مولانا الشيخ الخديم نفسه عام 1925 وقد تم الشروع في بنائه في الرابع من شهر مارس عام 1932 وذلك في عهد خليفته الأول الشيخ محمد المصطفى الذي خلفه أخوه الشيخ محمد الفاضل فأكمل المشروع حتى تم تدشينه يوم الجمعة السابع من يونيو عام 1963 بحضور عدد من الشخصيات البارزة في البلاد والتي من بينها الرئيس ليوبول سدارسنور تبلغ مساحة الجامع الكبير 8790 مترا مربعا ويبلغ طوله 103 أمتار أما القبلة ف53 مترا بينما يبلغ طول الجهة الغربية 60 مترا كان الجامع الكبير بطوبة متميزا بمناراته الخمسة يدى وسطها منار لامبوفال الذي يعتبر أكبرها وقد زيد عليها منار رسنان في وقت لاحق يعد جامع طوبة الكبير واحدا من أكبر الجوامع في غرب أفريقيا يتسع صحنه لخمسة آلاف وستمائة مصلين كما تتسع التوسعة الموجودة حواليه لعدد كبير من المصلين إن جمال هذا الجامع يتجلى في هندسته المعمارية الفريدة ما بين زغارف نادرة وإداءات عالية الجودة ومكبرات صوت متطورة يمكن سماعها من بعد ثمانية كلمترات يبلغ طول الجدار المحيط بالجامعة تسعة أمتار وأما عرضه فمتر واحد فقط يجد في الجهة الشرقية ضريح كل من مولانا الشيخ الخديم وندليه الشيخ محمد المصطفى والشيخ محمد الفاضي وضرائح عدد من خلفائه وذريته